ابناء وبنات التلاميذ الصف الاول اعدادي اهلا ومرحبا بكم ولقاء متجدد معكم في برنامجكم مدرسة اونلاين النهاردة ان شاء الله يا حبيبي مراجعة جميلة من مراجعات المنهج بتاعنا مراجعة هندسة يارب تنال اعجابكم وتستفادوا وتستمتعوا بالحلقة ان شاء الله في البداية بحب باشكر كل تلاميذ وابناء وحبيبي اللي متابعيننا على اليوتيوب وعلى بريد الالكتروني البرنامج وكل التعليقات الجميلة احنا بنقراها وان شاء الله بنوعاتكم بمزيد من الاجتهاد لتنال اعجابكم ان شاء الله اه وفي كل الحالات القادمة بازن الله النهاردة ايه نوع الاسئلة اللي احنا هنرجعها اكيد هنرجع اسئلة اختياري هنرجع اسئلة اكمال هنرجع اهم اسئلة المنهج يلا مع بعض حبيبي قدامنا على الشاشة يلا معايا اذا تقاطع مستقيمان فان كل زاويتان نقط متساويتان في القياس اذا تقاطع مستقيمان فان كل زاويتان متنظرتان ولا متبادلتان ولا متجاورتان ولا متقابلتان بالرأس اذا تقاطع مستقيمان فان كل زاويتان متقابلتان بالرأس يبقى هنختار متقابلتان بالرأس اذا تقاطع مستقيمان فان كل زاويتان متقابلتان بالرأس متساويتان في القياس شوف السؤال لبعده المسلس ألف به جيم يطابق المسلسين صادعين قياس زاوية ألف ستين درجة وقياس زاوية صاد أربعين درجة عايز قياس زاوية عين دين الاختيارات يلا مع بعض قبل ما نبتدي نشوف ايه لاختيار الصح تعالي ندرس التطابق اللي قدامه زاوية ألف المسلس ألف به جيم اول رمز بيساوي اول رمز يبقى زاوية ألف تطابق زاوية سين يعني ألف ستين فتطلع سين ستين وزاوية بيه تاني رمز بتطابق زاوية صاد تاني رمز طب زاوية صاد باربعين يبقى تطلع به باربعين كده يبقى عندي صين وصاد وعندي ألف بيه ده واحدة ستين واحدة ربعين مجموعهم كم مية طب لما حب أجيب كياس الزاوية التالتة اللي هي عين اللي هي في نفس الوقت تطابق جيم أجيب عين ازاي اللي هي تطابق جيم مجموع كياسات زاوية المسلس مية وتمانين درجة طيب لما أجمع بقى الستين مع الاربعين مية واترحوا من المية وتمانين يبقى مية وتمانين يبقى الزاوية التالتة اللي هي جيم تمانين وعين تمانين يبقى الإجابة تبقى تمانين جمعنا وطرحنا من مية وتمانين ليه لأن مجموع كياسات زاوية المسلس بتساوي مية وتمانين درجة يبقى زاوية جيم تمانين وزاوية عين تمانين يلا نشوف السؤال لبعضه إذا كانت كياس زاوية ألف خمسين فإيه لنا كياس زاوية ألف المنعاكسة ها عايزين نجيب المنعاكسة تطلع 40 ولا 130 ولا 310 ولا 30 اللي عايز يجيب حبيبي الزاوية المنعكسة تقول لنا نعلم ان قياس زاوية الف مع المنعكسة بتاعتها 360 درج يبقى اللي عايز يجيب زاوية منعكسة يطرح قياس الزاوية المعلومة اللي عندك اللي هي 50 دي نطرحها من 360 يبقى هنقوله 360 ناقس خمسين يطرح تطلع لي كم هتطلع لي 310 اهي يلا معايا السؤال اللي بعده الزاوية المستقيمة قياسها نقط درجة دين اختيارات يا مستر يطرح الزاوية المستقيمة 100 درجة 260 درجة 180 درجة 90 درجة قياس الزاوية المستقيمة قياسها 180 درجة وتعادل اتنين زاوية قايمة ممكن اجبالك في الاختياري وقولك الزاوية المستقيمة نقط قائمتان اتنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا لا اي مستر قائمتان يبقى كم زاوية قايمة يبقى تقوله اتنين يعني 180 درجة السؤال اللي بعده مسلس محيطه 18 يعني كلمة محيطه يعني مجموعة اطوال اضلع طول دلعين واحد واخد خمسة واحد واخد سبعة فان الضلع التالت ياخد كام دين اختيارات خمسة ولا سبعة ولا ستة ولا اتناشر لما نجي نجيب طول الضلع التالت بجمع الضلعين المعلومين واترحهم من محيط المسلس خمسة وسبعة يدين اتناشر اترح من المحيط اللي هي من التمنتاشر يبقى تمنتاشر شين منها اتناشر تديني ستة سنتي يبقى الاجابة تبقى ستة سنتي يبقى ازا طول الضلع التالت ستة سنتي ممكن يجي في الامتحان يقولك ويكون المسلس نقطة طوله مختلف الاضلع نشوف سؤال تاني اكمل ما يأتي اكمل بقى يبقى انا كده ما عنديش اختيارات ده انا مطالب ان انا احل بيقول لي مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة واحدة مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة واحدة كام درجة هتساوي تلتمية او ستين درجة او اربع قوائم امام السؤال اللي بعده تتطابق القطعتان المستقيمتان اذا كانت امتى قطعة تطابق قطعة تتطابق القطعتان اذا كانت قد بعض صحيلا بديهيا طب اكتب يا مستر قد بعض لا هنكتب اذا كانت متساويتان في الطول طب متى تتطابق الزاويتان اذا كانت متساويتان في القياس هي بتتطابق القطعتان اذا كانت اقوله يا حبيبها متساويتان في الطول السؤال بعده بيقول لي اذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فان كل زاويتان متناظرتان نقط اذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فان كل زاويتان متناظرتان ها متساويتان في القياس صح كل زاويتان متبدلتان متساويتان وكل زاويتان داخلتان وفي جهة وحدة من القاطع متكاملتان يتطابق المسلسان اذا تطابق دلعان ونؤط في احدهما مع نظيرهما في المسلس الاخ يلا معي يا حبيبي بالراحة حالة من حالات التطابق كلنا عارفين ان حالات التطابق اربع حالات الحالة الاولى يتطابق المسلسان اذا تطابق دلعان و وكياس الزوية المحصورة بينهم في أحدهما مع نظرهما في الأخ يبقى الحالة الأولى إذا تطابق دلعان وكياس الزوية معايا على الشاشة حبيبي عايزين نفتكر الأربع حالات بتوع التطابق قابلنا نجاوب على السؤال ده لأنهم مهمين جدا واحد يتطابق المسلسان إذا تطابق دلعان وكياس الزوية المحصورة بينهم في أحد المسلسان مع الأخ الحالة التانية يتطابق المسلسان إذا تطابق زاويتان والضلع المرسوم بين رأسيهما في أحد المسلسان مع نظرهما في الآخر والضلع الوصل بينهم الحالة التالتة يتطابق المسلسان إذا تطابق كل ضلع يعني الثلاث أضلع اللي هنا قد الثلاث أضلع اللي هناك فبيتطابق المسلسان إذا تطابق كل ضلع في أحد المسلسان مع نظيره في المسلس الأخر الحالة الرابعة الخاصة بالمثلث القائم الزوية يتطابق المثلثان القائمة الزوية اذا تتبق ايه وطر واحد اضلاع القيم في احد المثلثان معنا نزيرهما في المثلث الاربع حالات لازم اكون قبل ما اكون حافظهم اكون فهمهم ليه لان هيتطلب مني تطابق تطابق هيجيلك سؤال وانت فتني عدد يعيجيلك سؤال وانت فتلت عدد يجيلك سؤال في السنة ويتحتاج ان انت تعمل عاملية تطابق. يبقى لازم قبل ما نبقى حفزنهم نبقى فهمنهم كويس. يلا معي يا حبيبي نشوف بقى يلا هنجاوب ايه نقوله ايه? يا تطابق المسلسان اذا تطابقت العنوى. براف عليكم كياس الزاوية المحصورة بينهم. تمام? خمسة? الزاوية المنفرجة بتكملها زاوية ايه? ها الزاوية المنفرجة. عندك زاوية المنفرجة. ما ناس يا مستر طب ما تختار زاوية المنفرج مية مسلا. يلا روح كملها. هتبقى تمانين. يبقى كملتها حدا. يبقى المنفرجة تكملها زاوية. برافو عليك اكتب حدا. يبقى المنفرجة بتكملها زاوية حدا. يلا مع بعض نشوف سؤال تاني. بيقول لي معي على الشاشة الزاويتان المتتمتان. ها. الزاويتان المتتمتان. دلعهما المتطرفان. يعني كلمة زاويتان متتمتان. مجموعهم تسعين درجة. طب لما يبقى زاويتان مجموعهم تسعين درجة. ومتجاورتان طبعا. ها. يبقى دلعهم متطرفان ايه? ها. على استقامة ولا متعامدان? لا زاويتان المتكاملتان. لهم مجموعهم مية وتمانين درجة. دلعهما المتطرفان. على استقامة واحدة. متكاملتان يعني مجموعهم مية وتمانين. زاويتان متكاملتان ومتجاورتان. يبقى دلعهما المتطرفان بتوعهم ايه? هتقول لي يا مستر ابراهيم? على استقامة واحدة. على استقامة واحدة. شوف السؤال اللي بعده. زاوية خمسة وسبعين. تتممها زاوية كام? كلمة تتممها يعني باطرح من تسعين. يبقى بقوله تسعين نعيز خمسة وسبعين اتطلع خمستاشر درجة. طب لو قالك تكملها بدل تتممها. لو قال لي تكملها اطرح من مية وتمانية. يعني اقول له مية وتمانين نعيز خمسة وسبعين. طب لو قال لي تتممها زا ما قال هالي دلوقتي. اقول له تسعين نعيز خمسة وسبعين. لان المتتمتان مجموعهم تسعين درجة. يبقى اقول له تسعين نعيز خمسة وسبعين تطلع خمستاشر درجة. شوف اللي بعده يلا. زاوية قياسها مية وعشرين. اجبتها لك برضو. عشان تعرف الفرق ما بين الاتنين. زاوية قياسها مية وعشرين. بتكملها زاوية كاملة. كلمة تكملها يا حبيبي. براف عليكم. المتكاملتان مجموع قياس هما مية وتمانين درجة. طب لو عندك زاوية مية وعشرين. وعايز اجيب المكملة بتاعتها. يبقى اقول له مية وتمانين نقص مية وعشرين. تطلع ستين درجة. يبقى المكملة تساوي ستين درجة. خلاص? يبقى لو عايز زاوية تتمم زاوية اطرح من تسعين. الزاوية المعلومة نطرحها من تسعين. طب لو عايز زاوية تكمل زاوية نطرح الزاوية المعلومة. اللي الدهاني من مية وتمانين. تمام? حد فيك ولاحظ هنا. ممكن يجي يقول لك الزاوية الحد. خمسة وسبعين دي حد. تتممها زاوية ايه? خمستاشر. حد. يبقى الحد بتتممها حد. طب ننزل على السؤال بعده. مية وعشرين دي زاوية منفارجة. كملتها ايه? كملتها حد. ولو قال لك الزاوية الحد بتكملها ايه? ترد عليه تقول المنفارجة. يبقى الحد بتكملها منفارجة والمنفارجة بتكملها حد. يلا مع بعض نشوف سؤال كمان. في الشكل المقابل قياس زاوية بيه الف جيم ارسمو لك بسرعة 90 درجة ادي زاوية بيه الف جيم وعندي زاوية بيه الف دال 30 درجة كلنا شايفين مع بعض وعندي زاوية دال الف و مية و عشرة درجة عن رسم ادي به الف دال 30 اللي هو الدهال وقادي زاوية دال الف و مية و عشرة اهي دي زاوية مية و عشرة وبيه الف جيم دي قائمة قائمة عشان تعرفها يلا معي على الشاشة تاني زاوية كياس زاوية به الف جيم تسعين وكياس زاوية به الف دال 30 وكياس زاوية دال الف و Oct و مية و عشرة عايز اجيب كياس زاوية جيم الف و لو بصينا دول كم زاوية متجمعين حول نقطة الف. هتليهم اربع زوايا. به الف جيم. وبه الف دال. ودال الف واو. واو. الف جيم. طب احنا اخدنا ان مجموعة كياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة. واحدة تلتمية وستين درجة. يبقى اللي عايز يجيب زاوية واو الف جيم. يعمل ايه? هيجمع الثلاث زوايا اللي عندك دول? ويطرح من تلتمية وستين. يبقى نقوله بما ان مجموعة كياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة واحدة تلتمية وستين درجة. يلا على الشاشة اهو. بما ان مجموعة كياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة واحدة تلتمية وستين درجة. تمام? طب انا عايز زاوية بقى جيم الف واو. اقول له ايه? يبقى يا زاوية جيم الف واو تلتمية وستين ناقص وافتح قوس واجمع الزاوية اللي عندي. واعتنسى التسعين دي. ساعات بيجيبها لك في الرسمة وما بيجيبهاش في المعطيات. ففي ناس تنساها. انا حاطيت على الرسمة هي بدي زاوية قايم. يبقى نقول له زاوية جيم الف واو بتساوي تلتمية وستين ناقص وافتح قوس. اجمع التسعين مع المية وعشرة مع التلاتين. اجمع كل دول كده. ادي متين وتلاتين من تلتمية وستين. تطلع زاوية جيم الف واو مية وتلاتين درجة. تاني معايا. يبقى اللي عايز يجيب الزاوية اللي ناقص ديك. مجموع كياسات الزاوية المتجمعة حول نقطة واحدة تلتمية وستين درجة. اجمع واطرح من تلتمية وستين. يطلع ليه مجموع وكياسات اه او كياس الزاوية اللي نقص. يلا مع بعض نشوف سؤال تاني. على الشاشة. بيقول في الشكل المقابل هرسموه لك بسرعة اهو. قلب به بيساوي جيم عين. او اصل لك جيم عين اهو مسألة صوت دائما. زاوية قلب به عين قيمة. هزللها لك. وزاوية عين جيم ده القيمة. يبقى دي قيمة ودي قيمة. وقلب به بيساوي جيم عين. الضلع قلب به ده? بيساوي جيم عين. هعمل لك عليه شرطة اهو. وجيم عين هعمل لك عليه شرطة برضو. اهو. يبقى الضلع ده قد الضلع ده. ومديني كمان ان الضلع الف عين هعمل لك عليه شرطتين اهو. اهو. بيساوي الضلع عين دال. شايف عين دال? هعمل لك عليه برضو الشرطتين عشان تخلي بال. يبقى الف عين بيساوي عين دال يبقى الدل على الف ب قد عين جيم والف عين قد عين دال وزاوية ب قايمة وزاوية جيم قايمة عايز حاجة تانية يا مستر ده كده شروط التطابق واضحة كلها موجودة قدامي على الرسم يلا مع بعض ازاي اثبت التطابق المسلسين واحد حبيبي لازم نكتب اسم المسلسين اللي قدام انت بتعمل تطابق يبقى لازم تكتب اسم المسلسين اللي انت بتعمل لهم عملية المقارنة او حملية التطابق كتير جدا بيكونوا موجودين اسمهم في المطلوب او في المعطيات اللي هو مدهام يلا مع بعض اسم المسلسين قلب به عين وعين اه اتبراف عليك عين جيم دال يبقى المسلسين قلب به عين ههم المسلسين قلب به عين وعين جيم دال تمام ادي كدبت اسمه اللي انا هعمل له متطابق طب فيه ههمة ايه مسلس فيهم ايه ها ها تلات حاجات فيهم مشتركين واحد قلب به ها هو قدس ضلع عين جيم تمام واضطلع الف عين قدس ضلع عين دال لا فعين ده قدس ضلع عين دال تمام وقياس زاوية به بتسوي كياس زاوية جيم بتسوي تسعين درجة او قل له كياس زاوية قلب به عين بتسوي كياس زاوية عين جيم دال وكل واحدة فيهم بlando 90 درجة خلاص إذن إيه دلوقتي طب الحالة دي أنا وحالة دي الحالة الرابعة وطر وأحد أضلاع القيمة يبقى هنا إذن المسلسان متطابقان أو هقول له إذن المسلس ألف به عين يطابق المسلس عين جيم دال يبقى إذن المسلس ألف به عين يطابق المسلس عين جيم دال لأن الشروط التطابق واضحة قدامك قد دالة عين جيم قد دالة عين دال وكياس زاوي بي يصيروا كياس زاوي جيم التلات شروط موجودين إذن المسلسين دول متطابقان على بعض يعني العناصر الستة فيهم قد بعض ممكن أجل أقول لك ماذا تستنتج استنتج أن طول بعين تمام طول بعين ده هيطلع قد طول دال جيم تمام واستنتج إيه تانية مصر استنتج أن كياس زاوية ألف جيم هتساوى كهاز زاوية دائم عين جيم اللي هي ديت واستنتج ان به عين الپ اللي هي ديت هتساوك كهاز زاوية عين دال جيم اللي هي دال يسمية intervenت إلى التطابق لان المثلثين والتطبيقان يعني أدبعته يلا مع بعض نشوف السؤال كمان بيقول ايه ركز معاه في الشكل المقابل الfi وو بتساوى واو دال وكهاز زاوية قلف بتساوى وكهاز زاوية دال تطابقها اثبت ان المثلث قلب بيه واو عرسمة ارسمه لك بسرعة. ادي المسلس الاولاني. تمام? اهو. عندك عرسمة يلا. اهي تمام? ادي واو دان. حتى عملت لك عليها شرطتين. ادي واو اهي? ادي واو دان. كياس زاوية ادي. العايز اثبت ان المسلس اللي عليمين ده يطابق المسلس اللي على الشمال ده. طيب بالراحة كده انا عندي يا مستر ضلع واحد وزاوية واحد. لا في زاوية تانية بس انت مش وقت بلك منها. اركز كده? احنا جبنا في اسئلة الاكمال النهاردة. ازا تقاطع مستقيمان كل زاويتان متقابلتان بالرأس. متساويتان في القيادة. يبقى هنا في زاوية تالتة هنا اهي اللي هي ديت. لعندها السهم دي. اسمها زاوية ايه حبيبي? الف واو بيه? بتساوي دال واو جيم. طب دي بتساوي العاصاتها بايه? بالتقابل بالرأة. كده اصبح زاويتين ادي زاويتين. والضلع الواصل بينهم ادي الضلع الواصل بينهم هناك. يبقى ازا تطابق المسلسان واضح والشروط موجودة. يلا مع بعض نكتب اول حاجة اسم المسلسين. مسلسين اسمهم ايه? ها? الف ب واو. ودال جيم واو. ادي المسلسين الف واو بيه? ودال واو جيم. فيهمة واحد. يلا نقوله فيهم ايه? اول حاجة. قياس زاوية الف تساوي كياس زاوية دال. واضحة مستر وموجودة. والضلع الف واو. ادي الضلع واو دال. يبقى الف واو ادي واو دال ايه? وزاوية الف بتساوي زاوية دال. اهي? فضل شرطي بقى تالت اجيبه منين? ايه? اتروح تقول له على حاجة مش موجودة. يعني فيه طالب ممكن يروح يقولك ايه? قلب به ادي دال جيم. هقول له غلط. ما اديها لكش. طب به واو ادي واو جيم. لأ ما قالش. طب الزاوية دي بتساوي زاوية بالرأس. يا مستر ده ما قالش. لا مش هيقولك دي. لانها قانون ومعروف. ازا تقاطع مستقيمان كل زاويتان متقابلتان بالرأس. متساويتان في القياس. يبقى قياس زاوية الف واو بيه حبايبي على الشاشة. قياس زاوية الف واو بيه بتساوي كياس زاوية دال واو جيم. طب بتساويها بايه? بتساويها متقابلتان بالرأس. وبكده شروط التطابق تبقى واضحة. لو سألتك ايه حالة التطابق دي هتقول لي زاويتان وضلع مرسوم بينهم او واصل بينهم. في احد المسلسان مع نظيره في الاخ. الف واو والضلع الواصل بينهم الف واو. زاوية الف وزاوية واو. دال واو زاويتين دول. الضلع الواصل بينهم دال واو. ازن على طول وانت مغمض عينك المسلس يطابق المسلس. طيب لو قلت لك ماذا تستنتج? استنتج واحد استنتج ان تضلع الف بيه قد تضلع ده الجيم. واستنتج ان تضلع به واو قد تضلع واو جيم. واستنتج ان قياس زاوية بيه تطابق قياس زاوية الجيم. لان المسلس دي استنتاجات يعني فاش نكتبها في الشروط وتطابق. لأ دي استنتاجات يعني استنتج على طول ان زاوية بيه بتساوي جيم وبه واو بيتساوي واو جيم. آآ وقالف بالضلعة للبي بيتساوي الضلعة ده الجيم. لان هنا تطابق المسلسات واضح. يبقى المسلسين بيتطابقوا بعض يعني قد بعض. يبقى احنا شفنا حبيبي واحنا بنطابق المسلسين كتبنا شروط التطابق. ممنوع نكتب حاجة مش موجودة على الرسم. او موجودة في المعطية. طيب ما انت سمحت النفسك يا مستر ابراهيم. تكتب زاوية بيتساوي زاوية وهي ما كانتش موجودة اصلا. لا في المعطية. ولا في الرسمة. لا موجودة في الرسمة. بس مش عامل لك هلا علامة. ازا تقاطع مستقيما كل زاويتان متقابلتان بالرسم. مستقابلتان في الكياس. انا مش اقولها لك. ده انت تخلي بالك. مستقيم قطع مستقيم. يبقى فيه تقابل بالرسم. يلا مع بعض نشوف سؤال تاني حبيبي على الشاشة. سؤال جميل. بيقول لك في الشكل المقابل. ها بص معي على الشاشة. ارسموه لك هو بسرعة. اه دي مسلس اسمه الف. اه بص معي. الف دال ده. اه ودال صاد واو سين وبه جيم كلها. اه مستقيمات متوازية. اه بص كلها بتوازي بعضها اه. تمام? انا عم تلك التوازي هو في الشكل المقابل. الف عين. بيوازي ده الصاد. بيوازي واو سين. بيوازي بيه جيم. والناحية اووس بقى ناعة كتبتلك ايه بقى? القطع الف صاد. بتصوي القطع صاد سين. بتصوي القطع سين جيم. تمام? ايه ده عايز ايه مستر ابراهيم. بص كتبتلك التوازي الاول اهو. تمام? الف عين. بتوازي ده الصاد. بتوازي واو سين. بتوازي بيه جيم. كل دي كتعة متوازية او مستقيمات متوازية قدامك على الشاشة اهيه? كلها متوازية. طب تمام. والقطعة الف صاد. قد القطعة صاد سين. قد القطعة سين جيم. وازا كان الف به كله. به ده كله ده. خمسة عشر سنتي. احسب طول الف واو او دال بيه. شايف دال بيه دي? عايز اعرف طول. طبعا ازا قطع مستقيم عدة مستقيمات متوازية. قد المستقيم الف جيم. قطع المستقيمات المتوازية دي كلها. وكانت الاجزاء بين القطع متساوي. يعني الف صاد. قد صاد سين. قد زين جيم. يبقى النحية التانية برضه. الف دال. قد دال واو. قد واو بيه. يبقى ازا قطع مستقيم عدة مستقيمات متوازية وكانت الاجزاء المحصورة بين القاطع المتساوية فانها تكون متساوية لاي قاطع اخر يبقى الجنبل على الشمال قد بعضه يبقى الجنبل العلمين برضو قد بعض يلا ما يعشتاش انا الشاحة قدامك ها بص بقى معايا كده بالراحة خالص وعلى مهلنا الف عين يوازي دلصاد يوازي ووسين يوازي بهجيم هادي مستقيمات متوازية القاطع الف جيم قاطعهم فكان الف ساد بتساوي ساد سين بتساوي سين جين بالتالي استفاد ان الناحية التانية برضو الف دل قدي دل واو قدي واو به دا استنتاج طب هو مديك كله خمستاشر ايه سمع التلاتة بقى يبقى الف دل خمسة دل واو خمسة واو بي خمسة طيب لو عحبت اجيب دل به بقى حاج مع دل واو مع واو بي خمسة وخمسة تديني عشرة يلا معايا على الشاشة اهو اول ما اقول له اكتب التوازي اللي موجود في المعطيات بتاعته اول حاجة التوازي بتاعك هو الف عين بيوازي دل ساد بيوازي واو سين بيوازي بي جيم كتبت التوازي اتنين بما ان الف ساد بتساوي ساد سين بتساوي سين جيم يبقى الف ساد بتساوي ساد سين بتساوي سين جيم ازا استنتج ايه الناحية التانية بقى على طول الف دل بتساوي دل واو بتساوي واو به خمستاشر اسمع التلاتة تطلع خمسة مستر دالبي خمسة لا غلط دالبي هي عبارة عن دال واو زائد واو بيه يبقى خمسة وخمسة تطلع لك عشرة يبقى دالبي هي عبارة عن خمسة وخمسة هتساوي عشرة سنتيم يبقى احنا استفادنا ايه من مسألتنا حبيبي ازا قطع مستقيم عدة مستقيمات متوازية وكانت الاجزاء بين القاطع متوازية فانها تكون متوازية لاي قاطع اخر. يلا معايا السؤال تاني في الشكل المقابل الف بيه بيقطع جيم دال في ميم الخط المستقيم وميم واو بينصف زاوية الف ميم جيم عايز زاوية الف ميم دال والف ميم جيم والف ميم واو. بص على الرسمة معايا زاوية اه جيم ميم به مية وستاشر عايز كياس زاوية الف ميم دال. طبعا كلنا نعلم ان كياس زاوية الف ميم دال بتساوي جيم ميم به بالتقابل بالرأس. يبقى لما اجي ابدأ اجاوب هاقول له اول حاجة كياس زاوية الف ميم دال بتساوي جيم ميم به بالتقابل بالرأس بتساوي مية وستاشر. تمام. طب عايز الف ميم جيم الف ميم به كلها مية وتمانين درجة تمام شيل منها مية وستاشر يبقى اربعة وستين يبقى الف ميم جيم مية وتمانين نقص مية وستاشر باربعة وستين طيب عايزين الف ميم واو طب ما احنا عرفنا انه الف ميم جيم اربعة وستين خلاص ايه سمع اللي اتنين يبقى دي اتنين وثلاثين ودي اتنين وثلاثين بس هنقول له بما انه ميم واو منصف لزاوية الف ميم جيم ميم واو منصف لزاوية الف ميم جيم اذا كياس زاوية الف ميم واو بتساوى وميم جيم بتساوى 64 عن الاتنين يبقى كل واحدة فيهم 32 شفنا قد ايه مسائل متنوعة شفنا على تطابق شفنا على الزوية المستقيمة شفنا على التوازي شفنا على الزوية المتجمحة ونقطة فعلا نقدي المراجعة جميلة ولمت لنا اجزاء كتير يارب تنال اعجابكم شكرا على حسن استماعكم ويا رب اشوفكم في حلقة قادمة في صحة وسعادة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله